والهام هل التلفزيون يكون بالفعل في بعض الأحيان سبباً لحالات الطلاق والتفكك الأسري أم لا؟ دكتور عبد يعني هو طبعاً مش هيكون سبب مباشر لكن النهاردة الزن على المرأة حقوقك احتياجاتك قهر الأنسة أنا مش ضد ومش معه لكن كل شيء بقدر ولينا خصوصية المفروض نتجاذب أطراف حديثنا من خلالها ما يجليش حلول من الخارج اللي بيقولولي هذا الكلام واللي قدموا للزوجة اللي كانت قاعدة وردية بحياتها قدموا لها الحلول الجاهزة هم نفسهم اللي بيحاولوا ياخدوا بإدها عشان يسحق هم نفسهم اللي بيقدموا دراسة وجات لنا برضو عن طريق يعني الفضائيات حول الجسد الإشهار حول تشيئ المرأة طبعا عارفين هذه الدراسة قام بيها رولان بارت اتكلم فيها عن يعني كيف تعامل المرأة كجسد كشيء كجسد ما هي تشيئها تشيئها تجيب فلوس تشيئها كملكات جمال عشان يجب برنامج ويتباع ويتصوير تشيئها كام في إعلانات على الغلاف تشيئها بكل الطرق المهمة تبقى السلفاء اللي تلف به الهدية عشان تتباع تشيئها من وراء الإعلان كل الصور اللي ممكن تهين المرأة وأصبحت في عصر التقنية الحديثة وعصر الهندسة الوراثية تباع علنا على مرأة ومسمع من الناس بعد ما كانت زمان بتتباع في سوق النخاسة دلوقتي بتتباع كجسد وطبعا عارفين الشركات الإعلان وشركات الفيديو كليب والحواديد دي كلها اللي دايرة وإحنا شايفينها فقط عم بيبقى لها تأثير